اسم الكبير كابتن حلمي طولان المرشح الأقرب يعني التدريب نادي الإسماعيلي قادر على النجاح مع النادي الإسماعيلي فيه الظروف دي؟ خبراتك كابتن حلمي كابتن حلمي اسم كبير وعنده خبرات واشتغل كتير ومر بظروف كتيرة أكيد هو يحلل لأن النادي الإسماعيلي مواصفاته خاصة جدا خلي بالك الشغل في النادي الإسماعيلي غير كل يعني دي حاجة أولا كريم لكن شخصية وعقلية الكابتن حلمي إن شاء الله يقدر ينسجم لو مجلس الإدارة يعني أنا ما عنديش معلومة غير إنه هو الغرب طبعا لكن فيه ترشيحاته بتاع كده فإحنا ربنا وفع مجلس إدارة يختاره المناسب اللي الناس كلها طقف جنبه هو ده المهم اللي أنا عايز أقوله كريم مهمة قوي يا جماعة الموسم ده موسم استثنائي وصعب جدا والنادي بيمر بظروف صعبة لازم الناس كلها طقف مع بعض لو ما وقفناش وكان فيه وحدة وكله فعلا بيبصر مصلحة النادي أي حد مجلس الإدارة يختاره لازم من كل يقف جنبه ويسنده للمصلحة النادي طيب عايز سألك على اثنين لعيبة تحديدا من اللعيبة اللي مشت من النادي الإسماعيلي سألك على عبد الرحمن مجدي كان من أهم الركاز الأساسي في الفريق ربما يكون أهم لاعم مؤثر في الفريق وسألك كمان على عمر الساعي عبد الرحمن مجدي للبيرامدز وعمر الساعي إلى النادي الآلي عبد الرحمن مجدي مبدئيا أنت تتوقع نجاحهم مع البرامدز؟ طبعا 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 أقول لك ليه تتوقع نجاحهم مش نوع العيب كويس ولا عشان فيه نجوم كتير في الحريقة وفيه نجوم عبد الرحمن هيحط نفسه يعني يعني هيحط نفسه وسطههم بصورة كبيرة إمكانياته غير طبيعية دايما أنا شغلت مع عبد الرحمن كتير جدا دايما كنت بقوله عايزين نزبط العقلية شوية أنا شايفه حتى من أول ماتشلاب معاه ومعامل أستيست وهو كان محتاج لمصلحة نادي الإسماعيل ولمصلحته من هو يبعد يخد تجربة جديدة بنظام جديد ويعني فنتمنى نقول التوفيق لكن هو إمكانياته لأ ممكن تعمل كل حاجة عمر الساعي رايح لزحمة كبيرة في وسط مرعب النادي الأهلي هيفرد نفسه؟ عمر الساعي كريم بفضل الله الحمد لله كان أحمد حسان ميدو أشرف خدر أول ناس لعبوه هاي ها طبعا أول ناس لعبناه عمر الساعي شخصية غير طبيعية ما بيخافش خالص أول ما لعب معانا نزيله مثلا كنا نزيله بالتدريج كده نص ساعة يعني من لك تلات أربعة كورة حجون ولا يعني عشان كده الشخصية دي هتنجح في النادي الأهلي وبعدين إمكانياته مش طبعية عمر عمر العيب كبير بجات وعنده السن الصغير وعنده الشخصية والالتزام ومع النادي الأهلي والتزام النادي الأهلي لا عمر ممتاز لا لا ممتاز هيعمل حاجة كبيرة هيعمل حاجة كبيرة يعني وانا شايف هم كبان معهم مدارب كبير هيعرفوا يعملوه لأن عمر لازم زيب والسينة صغير محتاج خبرات لكن هو إمكانياته مش طبعية منفيدش الكورة على الجن حاجة محترمة رؤية سليمة يعني كنت دايما نقوله عايزين نزود النوحي تدفعيها شوي عشان تبقى حاجة قدي كده